الايفون 13 برو ماكس سعره 1300 دولار. اليوم احنا عنا مركز التحكل موجود على 1300 دولار. منقدر نحطه على الجهاز اللي سعره 150 دولار. تصور انت اليوم تقدر تحطش اشكال والالوان اللي بدك اياها فقط هاده محاصريا على اجهزة شاومي. واليوم قبل بدها تعمل نفس شاومي تعمل ثيمات لاجهزة الايو اس 16. اليوم بدنا ننزل ايو اس 16 على ام ايو اي 13. كنوا معنا لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب. علشان يصلك كل جديد. وخلينا نيجي للتفاصيل الحلوة المفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم ايهاب الصرفاند من قناتي هاب تي في كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين. واليوم بدنا نيجي مع بعض نحط اللي هو شكل الايفون الايو اس 16 على موبايلاتنا. الان جاء دور الجد. خلينا نبدأ نشوف ايش الامور ايش اللوز اللوز يمعلم. هذا مركز التحكم اللي شايفينه امامكو هو عبارة عن نفس مركز التحكم اللي على ايو اس 16. واللي هيكون كمان على اجهزة الايفون. واللي موجود كمان على اجهزة الايفون. في نفس الاشيي عنا هاي هنا بيتحكم في هاي اللي هو لالبطارية. عنا هادا اللي هو لالدوران. وعنا هنا الكشاف. وعنا هنا الالحاسب. والامور كلها اللي انتو شايفينها امامكو. ولو دخلنا بالداخل هللاقي في عنا حاجات لوزين لوزن معلم. لو اجينا عملنا زي هيك. هاي كمان عنا مركز التحكم. يعني الان في عنا اثنين مركز تحكم مركز تحكم الجهاز تبعك. وكمان مركز تحكم اللي موجود لل iOS 16 الآن لو أجينا على الإعدادات يا باشا اتطلع إيش في عندك هنا حتى عندنا هنا الأمور كلها تغيرت عندنا كان حول الهاتف وهذا حول الهاتف وiOS 16 يا باشا ويعني حاجة رهيبة جدا وشكل حلو لأجهزتنا الشاومي Redmi Poco لو أجينا عملنا هيك للتطبيقات المفتوحة في الخلفية لاحظ التطبيقات المفتوحة في الخلفية ملاحظين المنظف وفحص الحماية والتنظيف العميق وإدارة التطبيقات اتغيرت أشكالها اتغيرت وكل تطبيق ملاحظين TV هذا شو TV؟ هذا الريموت تبع الجهاز أصبح اسمه كمان اسم تاني وهنا عندنا التطبيقات الأخرى اللي أنت بتستخدمها يعني الآن أنت أصبح لديك شكل جديد مع حاجات لوزللوز يا معلم لو جينا على الإعدادات وفي عندنا التطبيقات طلع هنا اسم التطبيقات اسمها iTunes and Application Store التطبيقات طلع على المنطقة هذه كيف صارت الابليكيشن iTunes and Application Store إدارة التطبيقات ألاحظ أن التطبيقات اللي عندنا هنا لو جينا هنا عملنا اللي هو مركز التحكم اللي موجود عندنا اللي هو اسمه مكون إضافي لو جينا على مكون إضافي وعملنا اطلعنا على اللي هو إعدادات التطبيق اطلعوا كيف إعدادات التطبيق في الأسفل كيف شكل إلغاء تثبيت التحديثات ومسح البيانات وشكل التطبيق شكله حلوء وتغير وعننا هنا لو يجينا عملنا إلغاء تثبيت التحديثات اتطلعوا مركز التحكم الثاني اللي هيكون معنا شكل مركز التحكم الثاني الآن بيقدر اللي عنده ما عندهش أندرويدو 12 بيقدر يكون أو هيكون عنده مركز التحكم بالشكل اللي انتو شايفينه أمامكو شكل رائع وحلو وشكل أصلا يختلف إذن الآن iOS 16 بنحطه على أجهزتنا وعندنا هنا طالعا كيف الخلفيات هنا الخلفيات كلها تتغير ألوان وأشكال يا حبيب طلع هنا كيف شكله طلع كيف الأيقونات كلها نيجي هنا مثلا كيف شكل الثيمات الساعة وكمان في عندك هنا في شغلة تانية طلع معي هنا شكل الساعة كيف وشكل الساعة بتقدر تتحكم فيه وتغيره زي ما بدك ملاحظين كمان على حسب كمان الثيمات اللي موجودة عندك لو انت جيت عملت زي هيك واجيت على طلع كما شكل الإضافات والجنبها اتغيرت لو جيت على الإضافات هتلاحظ أنه فيه هنا الساعات اللي عندك أي ثيم إلو ساعة بتقدر تستبدلها بأنواع كثيرة من الساعات وموجود كلها أسماء كله اللي هو الثيمات عندك هنا بتقدر تستبدلها وتستبدل الساعة هذه بساعة تانية الإيقونات اللي تحت كل هذه الخمسة اللي تحت متراصة مع بعض في كتلة واحدة أحلى إيش عجبني أنا اللي هو مركز التحكم الحلو كتير كتير نفس اللي موجود على الجهزة اللي هو IOS ضروري كله ينزلوا عنده عشانه حاجة فخمة واسم هذا الثيم IOS 16 IOS 16 شكل الساعة عملية الشحن بعد ما تدخل على حول الهاتف لاحظ أنه في أني أنا IOS 16 مستقر كمان بكتب لك حاجة يلوز يلوز يا معلم طالعا كيف شكل الرمات والمعالج عملهم بلون يختلف وحسابك الميش شاومي أصبح اسمه iCloud والإعدادات الإضافية صار اسمها Siri and Search هذه اسمها الإعدادات الإضافية لو أجينا عليها هتلاقي اللي هو الوقت والمنطقة واللغة وتوسيع الداخرة وإنسها باشا شايف هذه كلمة فوكس كلمة فوكس هذه مشغل التطبيقات مشغل افتراضي الشاشة الرئاسية والشاشة الإختراعات اللي هو جوجل أو منصة التطبيقات والتنقل من الخلايا ولا تظهر النص هذا كلها إعدادات مشغل التطبيقات أصبحت موجودة هنا في اللي هو فوكس وممكن تدخل على Screen Time تدخل عليها على اللي هو الثيمات والشكل اللي تحت في الثيمات تتغير الشكل ملاحظين عن مشغل النشاط إيش مكتوب عليه iOS هذا مشغل النشاط لحاله ما أخذ الكلمة كلها لحاله يعني مش عارف ليش بتدخل على اللي هو التطبيقات الثيمات تطبيق الثيمات وبتكتب اسم الثيم زي ما قلت لك وحطوا لكم في صندوق الوصف رابط لتحديث تطبيق الثيمات على آخر طراز علشان كمان تنزل التحديث وتنزل بعد هيك هذا الثيم كونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد ونلتقى في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام